أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية دعية لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والعمل على إقرار التهديئة واحتواء التصعيد وحذرت مصر من مخاطر فتح جبهة للحرب جديدة في لبنان مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة وأعادت مصر التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة وذلك لتجنيب الأقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصرعات والتهديد للسلم والأمنة